مجلس التنسيق السعودي البحريني وبناء على توجيهات خادم الحربين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في مملكة البحرين حضره من الجانب السعودي كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية ومعلي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعلي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ومعلي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعلي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان فيما حضره من الجانب البحريني الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وسعادت الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادت السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادت السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي رئيس ديوان رئيس الوزراء الأمين العام لمشلس الوزراء وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يوليه خادم الحربين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهم الله من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية كما أكد سموهما أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز إلى دعائم تاريخية راصخة وسيستمر البلدان بإذن الله على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه المزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين وتم خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس وهي لجنة التنسيق السياسي، لجنة التنسيق الأمني، لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنوية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية وعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس القادمة والتي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق ما تصب إليه القيادتان الرشيدتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين